موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأجندة نتناول في أجندة هذا الأسبوع انتكاسة النخبة المثقفة إلى أحضان الاستفداد والكهنوت شعر الكثير من الشباب في اليمن وفي الوطن العربي عموما بخيبة أمل كبيرة من موقف بعض المثقفين سواء في اليمن أو المثقفين العرب الذين خذلوا بصورة أو بأخرى ثورات الربيع العربي الثورات التي كانت بمثابة قطار الأمل الكبير لخروج الشعوب العربية من دائرة التخلف والفساد والهزيمة التي كرستها أنظمة الحكم العسكرية إلى دائرة الإبداع والنماء والثراء بكل صورة الأنظمة التي ظل المثقف العربي يهجوها كرابة نصف كرن من الزمان على الأكل الأنظمة التي طالما حرض هذا المثقف الأمة على الخروج ضدها ومقاومة هيمنتها والتخلص من قيودها ولما حصحص الحق وخرج الناس إلى ساحات التغيير والحرية وقدموا دماءهم وأموالهم ومصالحهم على مذبحها إذا ببعض هؤلاء المثقفين يرتدون على أعقابهم ويتحولون إلى عصي في عجلة التغيير إن لم يتحولوا صراحة إلى خندق العسكر الحاكمين كما صدم الشباب العربي عامة واليمني من طائفة أخرى من المثقفين إن حازت في الصراع إلى مشاريع كهنوتية رجعية لا علاقة لها بالمستقبل فما الذي حدث بالضبط؟ لماذا وقف بعض المثقفين في صف العسكر وخانوا قيم المثقف العصري؟ لماذا خانوا قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي ظلوا ينادون بها ويرددونها على مدى عقود؟ هل كانوا يكذبون علينا طوال العقود الماضية؟ هل كانوا مجرد ظاهرة صوتية لمشاريع لها ولا ضمائر؟ ما ذريعتهم هؤلاء المثقفين في خذلان مشاريع الديمقراطية التي بشرت بها ثورات الربيع العربي؟ هل كانوا حقا مخلصين لمشروع الديمقراطية؟ هل كانوا يؤمنون بها أساسا؟ لكن قبل الإجابة على ذلك وغيره من الأسئلة نحتاج للإجابة على سؤال أولي هو ماذا نعني بكلمة مثقف؟ من هو المثقف الذي نعنيه في هذه الحلقة؟ بدون الخوض في التعريفات النظرية للمثقف والثقافة المثقف والذي نعنيه هنا هو ذلك أو تلك الشريحة الاجتماعية التي تحصلت على مستوى تعليم رفيع يضاف إليها تلك الشريحة التي تحصلت على تجربة رفيعة في الحياة سواء بسبب اختلاطها بالشعوب الأخرى المتحضرة خلال سفرياتها ومناسبات العمل أو بسبب احتكاكها المباشر بالنخب المثقفة وتشبعها بمفاهيم العصر الحديث يعني هي خليط من المتعلمين والمثقفين كلمة ثقافة أو الشخص المثقف لا يشترط فيه أن يكون شخصا متعلما بالضرورة فقد يكون لديه من الخبرة والاختلاط ومعرفة الحياة ما يجعله في مصف النخبة وإن لم يكن متعلما وعادة يقال أن الأنبياء حتى الذين لم يتعلموا كانوا مثقفين وهذه الشريحة المثقفة تتوزع على فئات اجتماعية عديدة اليوم أهمها فئات الأدباء والكتاب والسياسيين والإعلاميين والمشطاء المشطاء الحقوقيين والمعلمين وحينما نتحدث عن المثقفين فإنما نشير إلى هذه الشريحة التي تنتمي إلى هذه الفئات على وجه الخصوص سيكون حديثنا في هذه الحلقة على المثقفين المتوزعين على هذه الفئات التي تم ذكرها من قبل ثورات الربيع العربي ونحن نقسم المثقفين من حيث موقعهم من السلطة على كسمين قسم نسميه مثقفو السلطة وكسم آخر نسميه مثقفو المعارضة ونعني بمثقفية السلطة تلك الشريحة التي كررت أن تعيش في ركب السلطان تأكل من فتاة مائدته وتعيش على هباته وهي الشريحة أرحت نفسها من أعباء التفكير في مصير الأمة ومستقبلها ورأت هذه الشريحة أن تعيش اللحظة وتستمتع بها بغض النظر عن مخاطر هذه اللحظة على المستقبل مستقبل الأجيال الذي يتم صناعته الآن في الحاضر على يد النظام السياسي الفاسد المستبد عايزة تعيش لحظتها خلينا نعيش هذا كان شعاره شريحة من المثقفين لم تكن تطيل التفكير في مصير أبنائها هذه الشريحة ولا في مصير أحفادها في ظل سلطة الفرد الواحد التي تتعاظم كل يوم بصورة سرطانية خطيرة شريحة كانت شعارها أنا رب حاضري وللمستقبل رب يحمي بهذه الفلسفة البرغماتية وقفت شريحة كبيرة من المثقفين في صف النظم السياسي المستبد وبررت هذا الموقف بأنه هو وقوف في صف الدولة طبعاً هم لازم محتاجين تبرير كذا محترم لهذا الموقف غير المحترم فقالوا نحن نكفي صف الدولة الدولة بمعنى بمفهومها المحترم وقالوا أيضاً أنه انحياج لفكرة الدولة ضد الفوضى وانعدام الأمن وهو تبرير أكبح من ذنب لأنهم بهذا يكذبون مرتين مرة حين يقولون أنهم في صف الدولة في حين أنهم في صف مصالحهم الأنانية الخاصة ومرة أخرى حين يزعمون أن لدينا دولة بالمفهوم الاحترافي لكلمة دولة هذه كذبة أخرى ولولا أنه لم يكن لدينا دولة لما خرج الناس للمطالبة بإسقاط النظام السياسي ما خرجوا لإسقاط النظام إلا لأنه عرق المجيء الدولة لقد كانوا في صف السلطة لا في صف الدولة لأن السلطة التي وقفوا في صفها كما قلنا منعت قيام الدولة هذه السلطة التي انحازوا إليها كانت حجر عثرة أمام قيام الدولة هذه الدولة بمفهومها الاحترافي الكبير هذه الدولة مؤسسات وتقاليد راسخة شبه ثابتة لا تذهب مع الزعيم إذا غادر السلطة وذهب إلى بيته هذه الدولة مؤسسات تستجيب للسلطة الشرعية أي أن كانت لا لسلطة من يعني وليس لسلطة شخص ليس له أي صفة رسمية هذه الدولة فكرة محترمة ومحايدة وجدت لحماية مصالح المجتمع لا لإعلان الحرب على مواطنيها باسم حق الولاية أو حق العصبية المناطقية والمذهبية هذه الدولة بهذا المفهوم لم تكن موجودة لدينا قبل ثورات الربيع العربي وما خرج الناس إلى ساحات التغيير إلا لإقامتها وليس هناك مثقف من طراز رفيع يمكنه أن يزعم بأنه كانت لدينا دولة بالمعنى الاحترافي للكلبة هذا القسم من المثقفين الذين أنحازوا من البداية لمصالحهم الأنانية أو لعناوين ما قبل الدولة العناوين ما قبل الدولة مثل العشيرة والطائفة والمذهب والعنصر وما شابه ذلك هذا القسم من المثقفين لم يفاجئنا لم تفاجئنا مواقفه المناهضة لمشروع التغيير والخروج من ظلمات الدولة المستبدة إلى فضاء البحث عن دولة النظام والقانون والحقوق والحريات لم نفاجئنا وإنما فاجأتنا مواقف ذلك القسم الذي ظل يردد طوال عقود شعارات الحداثة والتحرير والمقرطة والعصرنة والتمدن وجماليات الحياة الغربية وعبقرية النموذج الأمريكي وسحر التجربة اليابانية وفوائد الرز باللبن هذا القسم من المثقفين كنا نوزعه من حيث لونه السياسي والإدولوجي على قسمين أساسيين قسم المثقف اليساري وقسم المثقف الليبرالي تحرم وطبعا هذه العناوين ليست دقيقة تماما لكنها وسيلة إجرائية لتمييز بعض المثقفين عن بعض فالمثقف اليساري هو ذلك الذي يولي فكرة العدالة الاجتماعية الاهتمام الأكبر في خطابه ونظاله السياسي وحديثه اليومي وإلى آخره والمثقف الليبرالي هو ذلك الذي يولي الحرية الفردية الأهمية الأولى وباستثناء اليسار القومي الناصري وكل من الليبراليين إن وجدوا أساسا باستثناء هؤلاء يمكننا القول أن الذي يجمع بين المثقف اليساري والمثقف الليبرالي هو إعجابهما الشديد بالظاهر الغربية هذه هي القاعدة التي يشترك فيها المثقف الليبرالي مع المثقف اليساري ثم يفتركان بعد ذلك في جوانب الإعجاب لديهما هما معجبان بالبعد المادي في الحضارة الغربية في حقيقة الأمر ثم بعد ذلك يأتي تفاصيل المثقف اليساري بعد ذلك معجب بالظواهر المنهجية والأبعاد المادية للحضارة الغربية في حين أن المثقف الليبرالي معجب أكثر بمستوى الحريات والخدمات وسيادة النظام والقانون وما شابه ذلك دعونا نسمي هذين القسمين من المثقفين مؤقتاً نسميهما المثقف اليساري والمثقف الليبرالي نسميهما معاً باسم المثقف العصري أي المثقف الذي يزعم أنه ينتمي أو يريد الانتماء إلى العصر الحديث لا إلى التاريخ وقيم التراث ومفاهيمه خلط نسميهم الاثنين هكذا القسمين الليبرالي واليساري نسميهم مثقف عصري عشان نعرف نتكلم عليهم فما الذي حدث يا تورا مع هذا المثقف العصري عندما جاءه امتحان الثورة والتغيير والديمقراطية والرز باللبن كانت توراة الربيع العربي حبار عن تلبية لنداء المثقف العصري الذي ظل ينادي الجماهير طوال عقود للثورة والتغيير ومغادرة الدائرة التباشيرية التي كانوا داخلها هكذا ظل يحرض الجماهير لكن يبدو أن بعض المثقفين قد فوجئ بخروج الجماهير إلى الشارع لأسقاط النظام الذي أذلها وجوعها وأغرقها بالهموم الصغيرة والخاصة فوجئ هذا المثقف ولهذا ارتبك هذا البعض ووقف حائرا أمام الحدد لكن أكثرية الشريحة العصرية المثقفة قد وجدت أن من الخير لها أن تكف في صف الجمهور ولو يعني مبدئيا ثم تتحسس اتجاه رياح التغيير أين تمضي وهنا بدأت المشكلة فقد بدأ لهذه النخبة المثقفة أن النظم المستبدة تتهى وبالفعل أمام صيحات الجماهير في الشارع وهذا هو الشق الجيد في الصورة لكن هناك شق آخر سيء فيها هو أن الإسلاميين أو ما يسمونه بأنصار الإسلام السياسي هم القوة الأكثر حضورا وتأثيرا في الساحة الثورية سواء بحكم عددهم أو بحكم كونهم جماعات منظمة هذه الملاحظة كانت بمثابة الكشة التي قسمت ظهر المثقف العصري لماذا؟ لأنه استنتج هذه الشريحة من الثقفين استنتجت أن رياح التغيير ستدفع سفن الإسلاميين إلى السلطة أو إلى التفرد بالسلطة وهذه النتيجة التي لن يقبلوا بها تحت أي ظرف وهنا قررت هذه الشريحة أن تضع العصى في العجلة بهدف عرقلة المسيرة ثم تنامت معها مشاعر الرفض والسجال إلى حد أن أصبحت هذه الشريحة بيدكا في الثورة المضادة للربيع العرب ثورة النظم السابقة ثورة المضادة هي ثورة النظام السابق عودة النظام السابق لكن هذه المرة عاد بكتيبة من المثقفين الثوريين وهكذا سرنا نرى مثقفين كانوا يوصفون بالليبرالية يشاركون في وعد التجربة الديمقراطية الوليدة ويعيدون الأمانة السلطة إلى العسكر بحجة مكافحة الإسلام السياسي غير المكبول اللي بيسموه تطرف الإرهاب وصرنا نرى مثقفين كانوا يزعمون أنهم تقدميون يقفون في صف جماعات رجعية حصابية تمارس العنف وتستند إلى عقيدة عنصرية وتزعم أن لها حقا إلهيا في السلطة والثروة والمكانة تقدميون يقفون في صف جماعة هي النقيض الكامل لكل مفاهيم اليسار والتقدمية والرزب اللبن التي لاكوها طوال عقود وهو مشهد يفوق الخيال طبعا بما يؤكد أن الواقع أحيانا يكون أكثر غرابة من الفن نفسه يعني لو كان مشهد سينمائي كنا كلنا معلش معقول لكن هذا واقع وهكذا سقطت إلى الأبد مقولة أن النخبة المثقفة نخبة مستنيرة وتبين للناس أننا في لحظة السقوط الشامل لكل شيء كما قال المفكر السوري الكبير الطيب تيزيني قبل أيام في تونس طبعا الإدانة هنا ليست هدفا ولا قيمة لها في هذه اللحظة لا يعنينا أن ندين هذا التيار أو ذاك نحن الآن في حاجة إلى فهم ما يجري وتقييمه أكثر من حاجتنا لإدانته كما أن حديثنا ينصرف إلى بعض المثقفي هذه الاتجاهات لا إلى الجميع طبعا فهناك نخبة ممتازة من المثقفين الإساريين والليبراليين وقفوا في صف التغيير والثورة وما زالوا واحتكموا إلى ميزان المصالح والمفاسد ميزان المصالح والمفاسد المترتبة على هذا الموقف أو ذاك ووجدوا أن دفع مفسدة النظام المستبد والدولة البوليسية الماثلة أمامهم هذا الدفع مقدم على دفع الخطر الإسلامي المحتمل المتوهم الظني هم أمام خطر يقيمي ممثل بالدولة البوليسية العسكرية هذا أولى بالدفع من الخطر المحتمل فلماذا يا ترى لماذا وقف المثقف الليبرالي مع دولة الاستبداد الشمولية ضد قيم الليبرالية ولماذا وقف المثقف التقدمي في صف جماعة هي النقيض الكامل لكل قيم اليسار التي تعلمها طبعا هناك إجابات عديدة ومحتملة لهذا السؤال لكن أقرب الإجابات إلى المنطق هي أن هؤلاء المثقفين لم يكونوا جادين في يوم من الأيام في تبني هذه القيم والمفاهيم منذ البداية وأن مفاهيم الليبرالية والتقدمية وما شابه ذلك لم تكن سوى أوراك أوراك توت تغطي عورات لدى هذه الشريحة من المثقفين أو ما يعتقده المجتمع عورا يعني بعضهم أراد أن يعيش حياته بالطول والعرض وهو يعلم أن المجتمع المتدين يرفض هذا الطول وهذا العرض والمثقف المشار إليه لا يستطيع أن يواجه المجتمع مواجهة صريحة ويقول له في عينه أنا حر أنا أرغب في العيش بطريقة خاصة لا بطريقتك أنا أرفض قيمك البالية التي خرجت من صدوك والضاح لا يستطيع المثقف إياه أن يقول ذلك بصراحة للمجتمع لأن المجتمع قد يعاكبه بطريقة كاسية قد يعزلك قد يعاكبه بدلا من ذلك يلجأ المثقف إياه لتبني خطاب معادي لخطاب المجتمع أو للخطاب الديني تحديدا في المجتمع ثم يعطي لهذا الخطاب المعادي المتمرد عنوانا محترما كبيرا يسميه الليبرالية يسميه تقدمية يسميه رزب اللبن المهم أنه يغطي على موكف الأنان البسيط بشعار كبير إذن هو لم يتبن هذه المفاهيم عن وعي وعن سبك إصرار وترصب ولو أنه تبنها عن وعي لما فرط فيها قد يتسائل البعض إذا كان هذا هو موقف المثقف العصري أو موقف المثقف العصري من التيار المتدين فلماذا وجدناه يناصر كضايا الجماعة الإسلامية مع الجماعة الإمامية عفوا مع أنها جماعة دينية أيضا يعني بعض المثقفين الإساريين كانوا يعادون الظاهرة الدينية عموما وكنا نصور ذلك فجأة إذا بهم أصبحوا جزءا من مشروع جماعة دينية أكثر دموية وأكثر دغمائية من الجماعات الدينية التي كانوا يحاربونها لماذا نجد يساريين في صف الإمامة والإبراليين في صف الحرس الجمهوري الجواب ببساطة لأن الجماعة الإمامية والانقلابية عموما في نظر هؤلاء وفي نظر الحقيقة ليست جماعة دينية نعم ليست جماعة دينية في حقيقتها وإن كانت في ظاهرها في شكلها جماعة دينية فالإمامة مذهب سياسي لا مذهب ديني الإمامة مذهب في الخلاف والنزاع السياسي والصراع وليست مذهبا في السلوك والأخلاك وجماعة الحوثي والجماعة الإمامية عموما لا يعنيها إن كان الموالي لها متدينا أو غير متديد الذي يعنيها فقط هو الولا ويبدو أن بعض المفقفين العصريين قد التقطوا هذه السما وبنوا عليها وقالوا في أنفسهم إن خطر الإماميين علينا أهوى من خطر الإسلام السياسي السني لماذا؟ لأن الإمامة إذا أعطيتها الولاء السياسي لن تتدخل في الحريات الشخصية وإن كانت تجنح إلى تقييد الحريات العامة وهذا طبعا وهم كبير فتاريخ الإمامة وسلوكها الحالي يدلان على عكس ذلك وكصص التضييق على الحريات الشخصية والعامة في عهد الحوثي ليس لها مثيل في تاريخ اليمن الحديث إلا ما كان ربما في الجنوب أيام الحزب الاشتراكي وفترات الإمامة التالفة يعني هذا المثقف المستنير الذي كنا نفترض أنه مستنير المثقف العصري كان همه فقط هو حماية حرياته الشخصية يخاف من الإسلاميين على حرياته الشخصية وقد وجدت أن التيار الإمامي لا يعادي هذه الحريات الشخصية بل ربما كثير من أعضاء التيار الإمامي يعني لهم حياتهم الخاصة التي تتناقض مع قيم المجتمع العامة قيم العامة للمجتمع فربما وجدوا أنه ليس تيارا دينيا وجدوا أن جماعة مثل الحوثي ليست جماعة دينية هكذا قدروا في أنفسهم والحقيقة كما قلنا أنها ليست جماعة دينية هي صحيح أنها تتبنى مذهبا دينيا لكنه مذهب سياسي خالص لا علاقة لو بالدين في جوهره الحقيقي الجوهر الأخلاقي للدين مرحبا بكم مجددا قلنا في المحور السابق أن المثقف الذي وصفناه بالعصري أمام امتحان التغيير والثورة قد انحاز لهواجسه وغرائزه الفردية على حساب القيم والمفاهيم التي ظل يرددها في أوقات السلم ومنها قيم العقلانية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وما شابه ذلك وقلنا أن بعضهم برر هذا الموقف المنحاز ضد التغيير هذا الموقف المتناكذ إما بالقول أن ثورات الربيع العربي من صناعة المخابرات الأمريكية بهدف تقويض الأنظمة العربية لا ندري لماذا يكوضوها وإما بالقول أن الرياح الربيع العربي لا تخدم إلا سفن الإسلام السياسي هكذا كانوا يبررون وإما بالانحياز الصريح لمشاريع كهانوتية أحفورية جاءت من أظلم نقطة في التاريخ الإسلام هذا كان موقف المثقف العصري أو بعض المثقفين العصريين وقلنا أيضا في تفسير هذه الظاهرة أو تفسير هذه المواقف العجيبة إنها تدل على أن هذا المثقف لم يكن جادا في تبني مفاهيم الحداثة والعصرنة وإنه كان يتبنها ظاهريا فقط لصرف العين عن رغبات وسلوكيات لا يقبلها المجتمع التكليدي وبقي احتمال آخر أكثر براءة من الاحتمال السابق في تفسير هذا الموقف المتناكم هو أن هذا المثقف كان جادا في تبني مفاهيم الحداثة والعصرنة التي عشرنا إليها كان جادا بالفعل لكنه فكر وقدر هذا احتمال آخر فكر وقال في نفسه إن مخاطر وصول الإسلاميين إلى السلطة أكبر من مخاطر وصول الإماميين والعسكر المستبدين إليها ونحن بدورنا في هذا البرنامج سنقوم بدور محام الشيطان ونسرد الافتراضات التي من الممكن أن يقولها هذا الصنف الجاد من المثقفين لتبرير موقفه موقفه الذي لا يبرر وطبعا إذا كان مثقفا لبراليا أي مؤمنا بالديمقراطية اللبرالية فإنه سيقول هذا احتمال افترض ربما يقول الإسلاميون خطر على الديمقراطية لأنهم لا يؤمنون بها حقيقة وإنما يتصالحون معها مرحليا من باب الانتهازية البراغماتية وبمجرد أن توصلهم الديمقراطية إلى السلطة سيتخلون عنها بمعنى أن الإسلاميين الذين وافقوا على دخول اللعبة الديمقراطية يتعاملون مع الديمقراطية بوصفها جسرا للعبور إلى ضفة السلطة لا بوصفها بيتا للسكنة والراحة ولهذا فإنهم سيهدمون هذا الجسر بمجرد وصولهم إلى ضفة السلطة وهذا كلام كد يجد من يسخي إليه ويراه وجيها خاصة وأن أحزاب ما يسمى بالإسلام السياسي التي انخرطت في اللعبة الديمقراطية ورضيت بها هذه الأحزاب لم تستطع أو لم تحاول حتى الآن تبديد هذه البخاوف لدى خصومها كيف يتم تبديدها؟ عن طريق تحويل الديمقراطية إلى قيمة تبشيرية في خطابها اليوم يعني لو أن الأحزاب والجماعات السياسية ذات الطابعة الديني جعلت من الديمقراطية قضية أساسية من قضاياها الخطابية تدعو المجتمع إليها بصورة جادة ويومية كما كانت تفعل في قضايا أخرى مثل تطبيق الشريعة الإسلامية لو أنها رفعت قيمة الديمقراطية إلى مستوى الكضايا ذات الأولوية في خطابها لما بقي لخصومها أي حجة أو ذريعة في حربهم ضدها لكن الجماعات والأحزاب الدينية لم تفعل ذلك للأسف لم تحول الديمقراطية إلى قيمة تبشيرية تبشر بها يومياً لم تفعل ذلك لسبب غير معلن هو أنها تخشى لإعتراف الكامل بالديمقراطية هذه حقيقة الإسلاميون يخشون لإعتراف الكامل بالديمقراطية لماذا؟ لأن هذا الإعتراف الكامل قد يضعهم في حرج عندما تتعارض قيمة الديمقراطية مع بعض الأحكام الفقهية غير القطعية التي يؤمنون بها مثل الحكم على المرتد وغيره من قضايا الحقوق والحريات التي تناقض فيها الفقه وليس الشريعة تناقض فيها الفقه التراثي مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونحن نعرف أن حقوق الإنسان هي الركن الأول من أركان الديمقراطية هذا التخوف غير المعلن من قبل بعض الإسلاميين هو الذي عرقل وصول الديمقراطية بقيمها الحقوقية المعروفة وصولها إلى مستوى القضية التبشرية عند الإسلاميين وإلا هم مؤمنون بالديمقراطية لكن بشكل جزء ومن ثم هذا التردد وهذا التراخي من قبل الإسلاميين تجاه الديمقراطية فتح فجوة ينفذ منها خصومهم للتشكيك في موقفهم من الديمقراطية ومع ذلك هذه الذريعة ليست كافية لتبرير موقف المثقف الذي انحاز إلى الثورة المضادة إلى صف العسكر والكهنوت قطعا ليست مبررة لماذا؟ أولا لأن الحديث عن المستقبل هو حديث عن الظن عندما تكلم عن الإسلاميين هو حديث عن المستقبل لأن الإسلاميين ليسوا ماضوا لم يكونوا حكاما لم يكونوا أنظمة سياسية أنت تكلم عن ما يمكن أن يحدث في المستقبل وهذا ظن فلا أحد يستطيع الزعم أن الإسلاميين سيفجرون جسورة ديمقراطية بمجرد أن يصلوا إلى السلطة كلام ظن ليس على مستوى اليقين هذا مجرد احتمال ظن في حين أن المعسكر الذي انحاز إليه هذا المثقف هو معسكر الاستبداد والشمولية على وجه اليقين فكيف يعقل أن أكف في صف المستبد المجرب اليقيني خوفا من المستبد المحتمل الكادم من عالم الغيب هذا أولا ثانيا إن تجارب الإسلاميين السياسية مع الديمقراطية حتى الآن لا غبار عليها فالإسلاميون تقبلوا في أكثر من مكان نتائج الصندوق الانتخابي واحتكموا لكواعد العمل الديمقراطي وكان منطق العقل والحكمة يقول أن من الواجب علينا أن نشجعهم على ذلك الإسلاميون يتقدمون خطوات على مستوى الموقف من القيام الاجتماعية على مستوى الموقف من القيام المعاصرة القيام الحضارية على مستوى القيام السياسية يتقدمون بشكل لا بأس به قد يكون بطيء لكنهم يتقدمون ومنطق العقل والحكمة يكتضي أن نشجعهم على ذلك لأن أي تقدم يحرزه الإسلاميون هو تقدم للمجتمع نفسه تقدم للعملية السياسية برمتها في أي بلد وهذا ما يطلبه أي حكيم عاكل ومن الأمثلة البارزة لتقدم الخطاب الإسلامي ما يسمعه الجميع من شخصيات قيادية في هذه الجماعات كالشيخ عبد الفتاح مورو نائب رئيس حزب النهضة الإسلامي التونسي هذا رجل يقدم خطابا متقدما جدا من التيار الإسلامي خطاب أحيانا يتجاوز في وعي خطاب اليساريين لدينا وبإمكاننا أن نطلع على عينا من كلام عبد الفتاح مورو في هذا الفيديو القادم موقع الإسلاميين الذين أنا منهم أنا أحمل عمامة وأنا الوحيد بينكم الذي أحمل عمامة نعم وأشكركم أنا رضيتم بأن تستمعوا لصاحب العمامة أقول لإخواني وأبنائي أن الحركة الإسلامية حركة نشأت في فراغ من فهم وإدراك وبعيدا عن الوعي والفهم وأن ما ترسب إليها من فهم للدين هو ذلك المفهوم الذي عشناه مدة خمسة قرون ستة قرون وهو ذلك الإسلام المتكلس الذي يلتصق بالحياة الشخصية للأفراد في عباداتهم وطاعاتهم لا يرى خلافة وهذا استمر من خمسة قرون نحدث الناس عن الصلاة والعبادة وواجبات التدين الفردية ولم يحصل فينا وعي بواجب التدين الجماعي الذي لا يقوم على الانتساب لعقيدة أو لدين وأن ما يقوم على الانتساب إلى قضايا إنسانية هي تلك القيم التي جاءت بها الأديان جميعا والتي لما فرطنا فيها تحولنا إلى ذيل من ذيول العالم نحن نتبعهم هم يقررون ونحن نطبق قراراتهم قرارنا ليس في أيدينا لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى الاجتماعي لأنهم يمسكون بتلابيب العمر أين نحن من ذلك؟ نحن نقول لأبنائنا من شباب الحركات الإسلامية الذين نرغب في أن تساعدون على تطويعهم لمعرفة الواقع لا تقصوهم هم مخطئون وكثير منهم لا يعيش زمنه لكن أنتم ترون أن الحركات التي مارست الحكم فاهمت أكثر من التي لم تمارس الحكم كلام في غاية الحكمة والعدل قد يكون اليوم كلام شخص واحد داخل هذا التيار الإسلامي أو ثلاثة أو عشرة لكنه مع الوقت سيصبح كلام الأكثرية الإسلامية وليس أمام طلاب التحديث والتغيير الجادين من التيارات الأخرى سوى الإيمان بمبدأ التدرج في التغيير بما في ذلك تغيير خصومهم أما حرق المراحل والقفز إلى المستقبل على طريق الترزان في الغابة فهو أمر غير مأمون نتائج ومخاطره الظاهرة أكبر من فوائده يعني المثقف اليساري إذا كان مؤمنا بثقافة اليسار فعلا فعليه أن يدرك من مبادئ اليسار أن التراكم الكمي يؤدي إلى تغيير نوعي تراكم الكمي يعني تراكم بطيء تدريجي سيؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير نوعي لماذا لا يطبقون هذه القاعدة اليسارية على خصومهم من الإسلاميين مثلا هذا كلام قد ينفع مع أولئك الجادين في حماية المستقبل والديمقراطية الديمقراطية هي ضمان حماية المستقبل بطبيعة الحال أما مرضى الإيدولوجيا وحاملي فيروس الكبر والصخط فلا يجدي معهم عقل ولا حكمة هذا بالنسبة للمثقف الذي وصف نفسه بالليبرالي طبعا حديثنا فماذا عن المثقف الذي وصف نفسه بالتقدم واليسارية ترا بماذا يمكن أن يبرر موقفه الغريب في الانحياز لمشاريع الكهانوت والاستبداد سنقوم أيضا بدور محام الشيطان ونفترض له بعض المبررات من نحو إن أصحاب الإسلام السياسي هكذا سيقولون أخطر من الإماميين مثلا لماذا لأنهم يحملون مشروعا رجعيا متخلفا ولهم تاريخ انتهازي ضد قيم العدالة الاجتماعية بدليل أنهم تحالفوا مع طبقات اجتماعية كانت جزءا من السلطة الحاكمة هذا كلام اليسارين عدل الإسلاميين كانت جزءا من السلطة الحاكمة طوال الفترة الماضية فهم حلفاء العسكر وهم حلفاء شيوخ القبائل وهم الإسلاميين ساهموا بقوة في إبقاء التكوين الجيولوجي لنظام السلطة من خلال تحالفهم والسياسي مع سلطة مشائخ القبائل وتحالفهم مع قوة الامبريالية في المنطقة إلى غير ذلك من العبارات المعروفة والكلشيهات المعروفة لدى اليسار وهذا التبريض أيضا ضعيف وهش ليس لأنه لا يتفق مع الواقع فالإسلاميون بالفعل قد تحالفوا في فترات مع القوى السياسية الحاكمة بكل طبقاتها الجيولوجية ولسنا هنا بصدد الدفاع عن هذه التجربة فلدى الإسلاميين دفوعاتهم دافعوا عن نفسهم إنما نحن هنا بصدد تعرية الذريع التي يقدمها المثقف العصري لموقفه المنحاز لمشاريع الاستبداد والكهنود ضد مشاريع التغيير والثورة نقول هذا هذا تبرير أكبح من ذنب لأن كل ما ورد فيه يرتد على قائله يتحدث عن القوى الرجعية وهو في صلب القوى الرجعية وهو بيدك بيد القوى الرجعية يتحدث عن القوى التكليدية وهو يعيدنا إلى ما قبل القوى التكليدية هو الآن يكف إلى جوار مشاريع استبداد حقيقية وإلى جوار جماعات كهنوتية فاشية عنصرية على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز والافتراض القابل للنقاش وبهذا تسقط ورقة التوت التي حاول بها المثقف العصري أن يستر بها عورة طوال الفترة الماضية وهنا نحن نكف وجها لوجه أمام الحقيقة الحقيقة التي صرح بها المفكر العربي الكبير محمد عبد الجابري قائلا إن النخبة العربية تخاف من الديمقراطية فالأرستقراطية المدينية تخشى الديمقراطية لأنها لا تهيمن أو على الأقل لم تعد تهيمن على كنوات التأثير في الأغلبية العددية من السكان وكسب أصواتها والطبق المسيرة بدورها تخشى الديمقراطية لأنها تعلم أن النتيجة الحتمية لكل ممارسة ديمقراطية حقيقية ستكون افتقادها لمركزها ومنزلتها كطبق مسيرة أي انتقال السلطة من يدها إلى يد غيرها أما الفئات الأخرى المطالبة المحتجة بعنف أو بصمت فهي ترى الديمقراطية في استلامها للسلطة لأنها تعتبر نفسها الممثل العددي وأحيانا الشرعي والتاريخي للأمة وهي لا تكبل الديمقراطية التي كانت تؤدي إلى استلام النخبة العصرية المدينية المدينية الأصل أو التي تمدينت لمقاليد الأمور بواسطة لعبة الانتخابات كما هي في الغرب حيث تلعب الدعاية والقدرة الإعلامية دورا حاسما هذه شهادة مفكر عربي كبير يدين بها النخب العربية المثقفة في أجيال ثلاثة على الأقل رصدها الكاتب سماها النخبة المدينية والنخبة المسيرة النخبة المسيرة يعني بها مجموعة الحكام النخبة الحاكمة النخبة المدينية يعني الطبقة الأورستقراطية التي كانت تستفيد في ظل النخبة المسيطرة والنخبة اليسارية معها ثم قال محمد عبد الجابري عن هذه النخبات أنها تتصارع من أجل المنازل جمع منزلة من أجل الجاه المفيد للمال حسب عبارة ابن خلدون وهذه شهادة مؤلمة بالفعل تجعل الشباب النبيل الجاد في تغيير واقعه واقعه التعيس تجعله محبطا وتدفعه إلى احتقار هذه النخب وعدم الإفادة مما عندها وهذه نتيجة كارثية بالفعل لماذا؟ لأن النخبة المثقفة كان يفترض أنها طليعة المجتمع هي رائدته إلى التغيير هي رائدته إلى المستقبل كان ينبغي أن تكون هذه النخبة هي محط آمال الشباب إذا فسدت النخبة ما الذي يصلح بعد ذلك؟ إذا فسدت النخبة فلا معنى لأي شيء بعد ذلك على من يعول الناس على من يعول الشباب إذا كانت الطليعة إذا كان الرأس إذا كان القلب فاسد يعني فعلا كانت مواكف بعض المثقفين بمثابة طعنة في خاصرة التغيير والثورة والآمال والطموحات التي ظلت أجيال من الشباب العربي تحلم بها إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الأجندة نلقاكم الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر